دخلت مجال إعلامنا قرأت درس إعلام في الجامعة أمريكية في دبي تخرجت في 2013 اشتغلت في قناة اسمها MBC3 هي أطفال وحاجات كده وشعلامة كده شوية وكنت لسه بعمل تخرج جديد ومبسطة بالتجربة فكرة أن أنا هنطلع عمتي بي وكده وأنا أصلا متخصصة يعني أنا مخريجة أصلا أنا مش موزيعة أنا مخريجة أساسا أنا قبيل يعني وخلصت MBC3 جيت مصر نزلت في 2015 اشتغلت في روتانا سينما يا فكرة أصلا أن أنت هتحاوري رئيس الجمهورية دي خلاص كده ده لبل تاني خالص حضرت قبلها بشار أول ما عرفت أنه أنا ممكنتش عارفة أن أنا هتدم جلسة الرئيس هي بتبقى الجلسات بتتوزع عشوائي يعني الموضوع يعني وأنت هتكامين في موضوع قلاني موضوع كان عشوائي جدا أعدنا شتغلنا كان في كرو تابع لبرنامج البرنامج الرئاسي بتأزغل مزيعة أعدنا ذاكرنا الجلسة تتكلم عن إيه المحاول الرئيسية بتاعت الجلسة كل التفاصيل دي وبعدين اكتشفت قبل الجلسة بأربع تيام هي الجلسة الافتتاحية بسم الله الرحمن الرحيم نحن طلعين قدام الرئيس ليس هيبقى جلسة يعني بقاعة تانية لا هي دي الحاجة اللي هنفتتح بيها المؤتمر طبعا رعب رعب يعني كمان لما عرفت ان الموضوع بقى فيه الرئيس لا يا جماعة كنتو شأيلني كده وضع كالجلسة وتمام ومتدى شباب العالم وموضوع شبابي جدا يعني كان حلوة قوي بس لقيت نفسي قدام الرئيس كانت تجربة يعني أنا اليوم ده أحلى يوم في حياتي يعني مهما اشتغلت في حياتي بعد كده هيبطل اليوم ده هو البداية يعني خلينا نوم اي موزيع فينا بحلمون هو يعني يتجرق ان هو يوصل للمرحلة دي او ان هو يعد قدام الرئيس جمهورية ويعد يتكلم معاه او يحاوره او يحصل لقاء زي اللي حصل ده فلا مش عارف ام بيش حد في دماغي معين مين ممكن احب اعمل معايا لقاء يعني بصراحة اني برنامج اقرف لقلبي يحلو صبح ورائب من قلبي علشو خاطر كان ابني عارف فكرة ان انتي تبتدي برنامج من تبتدي برنامج من ولا اي حاجة الفكرة انتي مش عارف عتانك هتتكلمي في ايه انا من كتر احنا عندنا افكار كتير جدا وبرنامج كان صباحي وكان لايت وكان لطيف لازم تتكلم في كل احب في الدنيا انتي بتتكلمي في اجتماعي بتتكلمي في فني بتتكلمي في سياسي بتتكلمي في سيكولوجيات ومشاكل المرأة والتربية ودخلي بقى في حاجات كتير جدا وموضيع كتير جدا كانت خلاص بالنسبة لي انا ده كان اقرب حاجة وفلين بتاخدي الفيدباك انا وقت يعرف اللي هو برنامج الفن بردو كانت برنامج زي برنامج روطانة الصناع كانت برنامج مسجل فانتي مش قادرة تعرف يا جماعة والاخبار اللي أنا بقولها ايه نظامها اطب الآن تخص المرأة تلاقي ستاة الصبح في بعض الحيام انهم يتصلوا بيكي لا انا جوتي اعمل في او لا انا سعبانة مش عارب عيون ما حكمت الاسرة ومواضيع كتير جدا بتلاقي نفسك بتتطراخي لها كده فالنه هو لا كان قريب من البيئة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا جديدة من وش وشك